مباراة منتخب المغرب للفوتسال المنتخب الرديف ضد منتخب فيتنام في الدورة الدولية الودية للفوتسال المقامة على الأراضي الفيتنامية هقولك في الفيديو ده على موعد المباراة ووقيت المباراة القناة الناقلة جدوى للترتيب حتى الآن بعد الجولة الأولى وقبل الجولة الثانية أيضا كل التفاصيل اللي عايز تعرفها السلام عليكم ورحمة الله في متابعة مستمرة لبطولة فيتنام الدولية للفوتسال كرة القدم داخل القاعة بمشاركة منتخبنا المغربي الرديف بقيادة الكابتن عادل السايح وبالفعل العبنا أول جولة كان عندنا مبارتين في منتهى القوة أربع منتخبات مشاركة زي ما انتوا عارفين وقلت لكم قبل كده منتخب فيتنام ومنتخب نيوزلندا ومنتخب المغرب ومنتخب إيران وبالتالي العبنا الجولة الأولى كان في مبارتين مباراة أولى كانت افتتاحية ما بين فيتنام ونيوزلندا وانتهت بالتعادل الإيجابي اتنين مقابل اتنين مباراة كان فيها ندية وفيها قوة وفيها إصارة المباراة التانية كانت ولا أروع ولا أجمل ولا أحسن ولا أقوى مباراة كانت ما بين منتخب المغرب الرديف ومنتخب إيران صحيح منتخب إيران كان يغيب عنه بعض العناصر الأساسية ولكن هو المنتخب الأول الإيراني وبالتالي شفنا مباراة فيها ندية ولا المباريات الرسمية ولا البطولات الرسمية شفنا تدخلات عنيفة جدا 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 من لاعب المنتخب الإيراني شفنا قوة بدنية ويعني انتصار للمنتخب المغربي على أرضية المرعب في الالتحامات البدنية والصراعات الفردية واحد مقابل واحد أو لاعب مقابل لاعب واستحق المنتخب المغربي الفوز بجدارة واستحقاق بعد مباراة بطولية مباراة عاد فيها المنتخب المغربي بعد ما كان خسرا في بداية المباراة اتنين مقابل لأشياء رجع تقدم في النتيجة أربعة مقابل اتنين وتعادل المنتخب الإيراني أربعة مقابل أربعة ولكن بهدف قاتل في آخر المباراة يفوز المنتخب المغربي في أولى مبارياته في الدورة الودية الدولية بفيتنام أحرز أهداف المتخب المغربي في المباراة الأولى اللاعب معاد السنة وعبد الله متقي السبع وإهاب الشراضي ومحمد بلوح زيراري ورائد سبع بطرابة دول اللاعبين اللي أحرزوا الأهداف في المباراة الأولى لأصبح ترتيب الدورة حتى الآن بعد نهاية مباراة الجولة الأولى المتخب المغربي في الصدارة ثلاث نقاط ومعاه فرق يعني هدف واحد لأنه أحرز خمسة أهداف واستقبل أربعة أهداف المنتخب الفيتنامي في المركز الثاني نقطة واحدة منتخب نيوزلندا في المركز الثالث نقطة واحدة ومنتخب إيران في المركز الأخير يعني صفر من النقاط ده بالنسبة لترتيب الدورة حتى الآن قبل بداية الجولة التانية مباراة المغرب القادمة ضد منتخب فيتنام المنظم لهذه الدورة أو هذه البطولة هتكون إن شاء الله اليوم السبت تلاتين تلاتة ألفين أربعة وعشرين تلاتين مارس ألفين أربعة وعشرين الساعة عشر صباحا بتوقيت المغرب إتناشر زهرا بتوقيت القاهرة يبقى المباراة السبت تلاتين مارس عشر صباحا بتوقيت المغرب إتناشر زهرا بتوقيت القاهرة طبعا القناة النقلة هي قناة الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم على اليوتيوب وه legacyب لحضراتكم لينك المباراة او لينك القناة الناقلة للمباراة في اي تعليق يعني لو انت عايز القناة الناقلة او لينك مباشر تشوف منه مباراة للمغرب وفيتنام في الدورة الودية اكتب لي تعليق او اكتب لي كومنت في صندوق التعليقات وهسيب لك الرابط هسيب لك كومنت بتقدر تشوف المباراة بالنسبة لي منتخب المغرب او الكرة المغربية بشكل عام للفوتسال كرة القدم داخل القاعة شفنا اهتمام كبير من هشام الدكيك والمسؤولين عن كرة القرم داخل القاعة بانشاء وتكوين منتخبات كتيرة جدا تحت 17 تلاقي تحت 19 تلاقي تحت 21 تحت 23 كل المنتخبات دي بتصب في مصلحة المنتخب الاول المغربي بقيادة هشام الدكيك بسم الله ما شاء الله جدول المباريات المتبقية في هذه البطولة السبت ان شاء الله 30 مارس هنلعب مبارتين ايران ضد نيوزلندا والمغرب ضد فيتنام والجولة التالتة والاخيرة هتكون على طول يوم الاحد 31 مارس 2024 نيوزلندا ضد المغرب وفتنام ضد ايران ده بالنسبة لجدول المباريات المتبقية المنتخب المغربي بعد اداءه الرائع جدا جدا بسم الله ما شاء الله امام منتخب ايران ورشحه وبقوة للفوز بكأس هذه البطولة بالنسبة لمنتخب المغرب الريديف اللي هو يعني بقيادة عادل السايح منتخب حديث النشأة ولكن كبير الانجازات وكبير الاداء لانه في 12 مباراة لعبها من قبل بما فيهم مباراة ايران لم يخسر ولا في مباراة فاز على فرنسا مبارتين على موريتانيا مبارتين على بلجيكا مبارتين على السويد مبارتين على ايطاليا مبارتين على منتخب العراق مباراة وعلى منتخب ايران مباراة يعني 12 مباراة كلهم فوس بسم الله ما شاء الله لكتيبة عادل السايح المنتخب المغريبي للفوتسال الريديف تحت 23 سنة والمباراة القادمة امام منتخب فيتنام منظم البطولة الدولية للفوتسال في فيتنام 2024 اتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة شير مشاركة لقناتنا في كل مكان عايزين ان شاء الله العيلة بتاعتنا تكبر وكل محبي الفوتسال يكونوا موجودين عندنا في قناة كريم الالداوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته